كما كنا نتحدث في الساعة الأولى عن نشاط أمريكي في لبنان يبدو أن هناك نشاط أمريكي آخر متعلقا بليبيا استراتيجية عشرية أي لمدة عشرة أعوام أعلنتها واشنطن وتستهدف نزع فتيل الصراع وإعادة الهدوء إلى ليبيا الاستراتيجية التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية في الساعات الماضية تؤكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة الليبيين في كفاحهم المستمر من أجل مستقبل أكثر سلاما واستقرارا ووحدة الاستراتيجية التي أكدت واشنطن حجد الدبلوماسية والمساعدات الخارجية والأدوات الأخرى لتحقيقها أهدافها أربعة أولا تعزيز انتقال ليبيا إلى نظام سياسي موحد ومنتخب ديمقراطيا ومستقر ثانيا دمج الجنوب على نحو أفضل في الهياكل الوطني ما يؤدي إلى توحيد أوسع وتأمين الحدود الجنوبية ثالثا العمل على الوصول إلى جهاز عسكري وأمني موحد مع تحكم مطلق في الاستخدام المشروع للقوة القادرة على الحفاظ على تحقيق أهداف الأمن الإقليمي أما الهدف الرابع تعزيز البيئة الاقتصادية والتجارية والنمو الاقتصادي والحد من الفساد وإتاحة إدارة أفضل للإيرادات يذكر أن ليبيا تعيش أزمة سياسية ناجمة عن تصارع حكومتين على السلطة الأولى كلفها مجلس النواب مطلع العام الماضي يرأسها فتح باشاغة والثانية برئاسة عبد الحميد الدبيبي الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي بعد الانتخابات وإذا أهد الواقع أطلقت الأمم المتحدة مبادرة لم تتحقق بعد تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة بالسورية تقود البلاد لتلك الانتخابات وقبل شهر من اليوم عادت الأمم المتحدة واطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى إنشاء لجنة توجيه رفعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات النيابية